قبل ما سيب سوارش عايز بس اقول لكم خبر مهم جدا خبر مهم جدا في اطار صفقة النادي الاهلي مع سيرامية كلوباترا لضم شادي حسين ومصطفى ميسي شادي حسين ومصطفى ميسي خلاص بشكل مؤكد مع النادي الاهلي ايه المقابل؟ المقابل انه في هذه اللحظة تعاقد نادي سيرامية كلوباترا رسميا مع احمد ياسر ريان بشكل نهائي وليس على سبيل الاعارة احمد ياسر ريان الى سيرامية كلوباترا بشكل نهائي وليس على سبيل الاعارة ديف على ده كمان صلاح محسن صلاح محسن الكلام ما بين اعارة وبيع نهائي الى سيرامية كلوباترا يعني صلاح محسن واحمد ياسر ريان المسلم القادم مع فريق سيراميكا كلوباترا وهنا عندي تعليق لو تسمحوا لي أنا بتكلم الكلام ده على النادي الأهلي وعلى باقي الأندية أحياناً بيبقى معاك لاعب جيد لاعب جيد ما خدش فرصة فتروح لللاعب اللي خد فرصة في نادي آخر وتجيبه وتكتشف بعد كده اللعب اللي عندك اللي ما خدش فرصة ده ممكن يبقى مميز أكتر من اللعب اللي انت جيبته طيب عشان ما تفتكرش نقصد ان احمد ياسر ريان أفضل من شادي حسين لأ احنا بقى لنا فترة شايفين شادي حسين منور ومكسر الدنيا بس بصراحة شديدة احمد ياسر ريان بالنسبة لي لغز لغز ليه ما خدش فرص مع النادي الأهلي مع الجونة بيتألق مع سيراميك لوباترا بيتألق بيروح تركيا بيتألق كل دي فترات إعارة من النادي الأهلي للفرق دي الأهلي مداش لأحمد ياسر ريان فرصة في أي لحظة غريبة غريبة طيب مصطفى ميستي لعب موهوب جدا وواعد جدا في سيراميك لوباترا بس النادي الأهلي عنده لعب شكله صاعد بقوة وواعد جدا اسمه زياد طارق عنده لعب صاعد أيضا وبقوة اسمه رقفة خليل ففكرة انه طيب ما انا عندي لعب ما انا يعني ايه اللي خانيني اروح اشتري انا بتكلم اللقتي الله اعلم بالمناسبة يعني ده رأي بس النادي الأهلي عنده كل التفاصيل عنده ناس قامات في كرة القدم اكيد هيفهموا حسن مني اكيد انا بقول رأيي من بعيد بس من جوه ممكن تبقى الأمور مختلفة يعني مثلا ممكن يقول لك والله احمد ياسر ريان مهاجم كويس بس احنا مش عايزين مهاجم بمواصفات احمد ياسر ريان عايزين مهاجم بمواصفات شاد حسين اللي بيعرف يروح على الاجناب بيعرف يلعب تحت المهاجم بيعرف يلعب مهاجم صريح فعنده مميزات اخرى ممكن وارد بس انا برضو العلامة الاستفهام مش بقول ان احمد ياسر احسن من شايد حسين او شايد احسن من احمد ياسر ان احمد ياسر ما خدش فرصة اصلا مع النادي الأهلي مثلا بس خامل اللي بقول لحركه ده هو مؤكد سيراميكا وقع والنادي الأهلي وقع والنادي الأهلي ارسل الاستغناء وحتى هذه اللحظة فقط احمد ياسر ريان لم يوقع بعد الى نادي سيراميكا لوباترا ولكن الصفقة في طريقها الى الانتهاء الصفقة بالنسبة للنادي الأهلي مديا مربحة يعني في الورق مربحة مربحة في ايه انه لو هاخد مثلا شايد بعشر خمستاشر مليون جنيه فاحمد ياسر تكلفته انتقاله السيراميكا تحسبت بعشر مليون جنيه كده كده السيراميكا مش ياخد مقابل مدي من النادي الأهلي هي صفقة تبادل لعبين صفقة تبادل لعبين بين النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا واحمد ياسر ريان الى نادي سيراميكا وايضا صلاح محسن اللي لسه لم يحصم امره ما بين الاعارة او البيع النهائي ولكن احمد ياسر ريان هو بيع نهائي لسيراميكا كليوباترا